بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزيزي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل الشرحة مقرر كيميو عضويا 1 وسنمر الآن إلى الجزء السادس حيث سنتابع شرح ميكانيكية الاستبدال النيكلوفيلي ثنائية الجزائية نواصل إذن شرح العوامل المؤثرة في معدل تفاعل الاستبدال ثنائي الجزائية حيث ذكرنا في الفيديو السابق كيف أن نوعية هذه الألكيل تؤثر في سرعة تفاعل SN2 نمر الآن إلى العامل الثاني والمتمثل هنا في عامل المذيب المذيب القطبي غير بروتوني هي مذيبات التي تظهر تجاذب قطبي دون أن تحتوي على روابط OH و NH إذن المذيب القطبي غير بروتوني هنا يؤثر أو يساعد على تفاعل الاستبدال ثنائي الجزائية فالمذيب القطبي الغير بروتوني تقوم بإذابة الكاتيونات فقط جيدا ولكنها لا تقوم بإذابة الأنيونات جيدا وبالتالي إذن النيكلوفيل هنا والذي يمثل أنيون يبقى في حالته الحرة خلال التفاعل والذي سيساعد فيما بعد في تسريع تفاعل ثنائي الجزائية فكلما كانت المذيبات أكثر قطبية كانت تفاعل أسينتين أسرع نمر الآن إلى العامل الثالث وهو عامل النيكلوفيل النيكلوفيل ذات قاعدية عالية يؤدي أو يساعد على تسريع تفاعل الاستبدال ثنائي الجزائية فهذا التفاعل يحتاج إلى نيكلوفيلات ذات قاعدية عالية لأن النيكلوفيل يدخل ذمن التفاعل في الخطوة البطئة وبالتالي سيسرع إذن تفاعل الاستبدال ثنائي الجزائية نمر الآن إلى شرح المصال الفراغي لتفاعل ثنائي الجزائية إذن خلال هذا التفاعل سيؤدي إلى انقلاب في التشكيل الفراغي للمتفاعل بمعنى أن التشكيل الفراغي للناتج يكون معاكساً للتشكيل الفراغي لهليد الألكيل كما يظهر هنا في التفاعل التالي يحدث هذا الانقلاب في التشكيل الفراغي نتيجة لهجوم النيكلوفيل على الظرة التي تحمل الهليد من الاتجاه المعاكس أو نقول إذن من الخلف من الهليد وذلك نتيجة لعدم إمكانية إذن اقتراب النيكلوفيل من هذا الجانب نتيجة للتنافر الذي يحدث مع الأزواج الإلكترونية الحرة للهليد فبالتالي إذن الOH السالب مثلاً لا يمكن أن يقترب من هذا الاتجاه وإنما إذن يبدأ عدد عن الهليد ويحاول الاقتراب إذن من هذا الاتجاه من الكاربون الذي تحمل الهليد والتي لديها شحنة جسئية إذن هنا كما سبق وقلنا شحنة جسئية موجبة فبالتالي إذن انجذاب النيكلوفيل إلى هذا الكاربون يأتي من هذه الناحية إذن ويحاول إذن الدخول بين هذه المجموعات إذن وللوصول إلى الكاربون وبالتالي إذن ليكون حالة انتقالية هنا كما تلاحظون هذه الحالة الانتقالية حيث أن الشحنة السالبة التي كانت متمركزة على الأكسيجين تصبح إذن غير متمركزة ونكتبها ويتم كتابتهها كما تلاحظون هنا إذن على الجانب الأيمن للحالة الانتقالية إذن ثم في المرحلة الأخيرة هنا وفي مرحلة سريعة جدا هنا يتم إذن كسر الرابطة بين الكاربون والهالوجين وبالتالي إذن خروج المجموعة المغادرة المتمثلة هنا في أيون الهاليد وبالتالي إذن يصبح هناك فراغ في الجانب الأيمن مما يؤدي إلى تنقل هذه المجموعات إذن قليلا إلى اليمين والحصول إذن على هذا الناتج الاستبدال المتمثل هنا في القحول إذن كما تلاحظون هنا فالشكل الفراغي للناتج يختلف على الشكل الفراغي المتفاعل فالناتج الفراغي المتفاعل يتمثل هنا في إذن في R وذلك بعد عملية ترقيم الروابط هنا 1 و 2 و 3 وسبق وشرحنا ذلك في محور الكيمية الفراغية إذن تلاحظون 1 و 2 و 3 إذن الدوران هو نفس الدوران نفس اتجاه دوران عقارة بالساعة فيسمى إذن R ولو قمنا بالبحث على التكوين المطلق للناتج سنلاحظ إذن 1 و 2 و 3 إذن الاتجاه هو نفس أو عكس اتجاه عقارة بالساعة ويسمى إذن الشكل الفراغي S إذن نلاحظ هنا كيف أن الشكل الفراغي إذن حدث هنا انقلاب في الشكل الفراغي شكرا لكم